اشتركوا في القناة تحية لكم اكيد وجمعة مباركة علينا وعليكم واخيرا بلش الصيف عنا باطول النهار اليوم تعد الهجرة حلم كل شاب يسعى من اجل تحسين وضعه من جميع النواحي ااملا بتحقيق حلمه ومراده من خلال الهجرة الى اي بلد غير بلاده يشعر بتوفير كل احتياجاته وفي اغلب الاحيان تتصادم تلك الاحلام بالقوانين المفروضة من دائرة الهجرة فتصبح الامور ببعضها الاحيان اكثر تعقيدا فيكعل المهاجر ضحية هذه الدائرة وخاصة عندما يكون غير مزودا بالمعلومات الكافية ليصبح وضعه من قانوني الى مخالف ويبدأ بالمواجهة والمشاكل الذي تعرضه الى الرحيل احيانا لذلك على الجميع التوجه الى اصحاب الاختصاص واصحاب القانون عبر المحاميين اكيد موضوع حلقتنا لليوم هو قانون الهجرة والجنسية والجرين كارت وكل ما يترتب على هذه القوانين بدي رحب اكيد بدي اشكر كل الداعمين لهذه الحلقات اللي احنا عم نعملها والله يفات واليوم في عنا الاسبانسر كمان بدنا نشكرهم والداعمين بزلوا اترنتي كانسلورز اكيدة هو ضيفنا اليوم محمد عيسى بزي وبدأ نشكر كمان ديربون ساكر افسي جاكور موح جيزي بدي اعطيكم رقم موح جيزي اسمعوه كتير منيح لانه عندهم كتير بروغرام وعندهم كتير كامس بالنسبة للي بدي حطوا ولادهم بالرياضة وبالفطبول فبريز اتصلوا بمحمد حجيزي وهو بيقلكم على كل المستجدات الكرة الكضم وحتى تقدروا تحطوا ولادهم بها الصيفية بعالم كرة الكضم لانه الرياضة كتير مهمة 313-471-4916 313-471-4916 الحجم محمد حجيزي واكيدة كمان بدي اشكر كواترو موتورز كامباني لبيع السيارات اللي هي كمان للصديق والحبيب المهندس إبراهيم حجيزي إبراهيم بزي عفوا يلي هو يخيو للمحامة محمد بزي فبدي اتشكرهم أكيدي بدي اتشكرهم على هذا الدعم وأكيدي على هذا السبانسير خلينا نبلش أول شي بحلقتنا حلقتنا بدي رحب أول شي بضيفنا الأستاذ محمد عيسى بزي أهلا وسهلا فيك محمد أهلا وسهلا فيك كيفك؟ كله تمام الحمد لله اليوم أنا تقريبا ببدي ما يمكن بش هقل لك أنه ما عندي أسئلة بلا بس بدي اعتبرها حلقة مفتوحة خاصة الاميجريشن وبتعرف الوراق والهجرة وقانون ترامب الجديد وما يترتب عليه والزواج والطلاق والولاد كل هاي الأمور يعني إن شاء الله نلاحق اليوم لأنه أنا بعرف أكتر الحلقات يمكن الناس بتحب تسأل فيها هي وضع القانونة وغير القانونة اعتبرني أنا ما عندي أسئلة بدي أنا بندك كل المعلومات اللي بتقدر تعطينا إياه وأنا بسألك من خلال الحلقة إن شاء الله حبيبي شو العالم شو العالم بدا تسأل أكيد بدنا نقول قبل ما يبلش أكيد حضرة المحامة بتأمل من كل الناس أول شيء شير للفيديو كمان بدنا كل أي شخص عنده أي سؤال يطرحه لنقدر نطرحه لحضرة المحامة واليوم يعني 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 فيكن اليوم فرصة فرصة اليوم ما حديث الجالية تسألوا اللي بدكن إياه لأستاذ محمد بزغوه بجوبكن عليه إن شاء الله أنا أكيد هتابع الكامنت وكل شيء السؤال الأول يعني مثل ما بينطرح بكل كل الحلقات أول شيء كيف في الوقت بد يحصل على فيزا بوقتنا الحالي خاصة في كتير أمور حول الهجرة والوراء طلعت جديد قوانين فيك تخبرنا عنها وكيف الواحد يقدر يحصل على فيزا يجي على البلد حسب شو أي نوع من الفيزا اللي عم تكون أنت عم تطلبها في عالم بتحب تجي لهون زيارة وفي عندك عالم بتحب تجي لهون لحتى هجرة وفي عندك كمان بعض العالم بتحب تجي لهون بس لاستثمار فيه أنواع من من الفيز طيب شو بيتطلب لك كل مسلا طلب بعرف انه في طلب هجرة في طلب ستودينت في طلب بيزنز عاقد عمل أو أي شيء مثل ما انت قلت حتى سياحة مصبوط هلا جمالا بالأول بتبلش النوعين الأساسيات اللي موجودون من الفيز هني بيتقصموا لنوعات عندك الفيز يلي بتكون معنية هجرة وفي عندك فيز بلانية الهجرة مهم مثل ما انت كنت عبد تذكر بالأول في عندك الفيز اللي تعولي السياحة وفي عندك فيز تعولي ستورنت هولي عادة أنه التلميذ واحد هولي عادة فيز بيجي الشخص مش معندوش نية أنه يجي هجر لهون بيكون عندو نية أنه جاي مشان يقعد هون فترة بسيطة يعني ممكن تكون كزا يوم ممكن تكون شهر لا عمل أو أي لمدي معينة لمدي معينة مش للعمل هايدي بتكون عادة أولا مثلا لجاي التلميذ بد يدرس حسب أنه يضلوا عم يدرس لفترة معينة وفي عندك بعض الأشخاص من الأرباب العمل من بره البلد من هون أمراضي بيجي كمان على هدول الفيز حتى يكون عندو مثلا اجتماع مع حدا حابب يشتغل مع شركة من هون بس هودي يعني هودي فيز تقريبا موقتة كرة يعني هلأ بالنسبة لهودي الناس إذا بدون يصوها فيزي قائمة دائمة شو اللي بتوجب عليهم ووين القانون بلحقهم إذا كسروا الفيزا بأي حالات حلا لحتى قدر جاوبك على سؤالك بدك تشوف أول شي شو الهدف تعوده لما بتقول دايم شو الهدف تعوده هل جاي عبر هجرة بدو يهاجر في عندك عبر إذا واحد بدو يجي مثلا على فيز هجرة في عندو طريقتين عادة يا عبر الأهل يا أما عبر الاستثمار في عندك بعض العالم بتقولك أنه أوكي عندي مصاري معي أنا بدو يجي استثمر بأمريكا مبلغ معي ممكن على بناء على دا الاستثمار بتقدر تاخد عليه فيزة هجرة عادة هدول فيزة هجرة بيش فيزة يعني سياحة عفوا أو سياحة فيزة أنه عمل أو شي لا فيزة هجرة لأنه بيها كل الناس بتعرف أنه فيزة الهجرة أنه بيش هيني واحد يحصل عليها مزبوط هذا إذا عندك حدا بيكون متطلبات الأنون بيقول إذا مثلا واحد بدو يستثمر مبلغ معين من المصاري مثلا مليون دولار فيه أموت معين مزبوط عادة هو الأنون بيقول مليون دولار ألاس إذا بأريا ممكن هذا الأموت ينزل استثمر لمدة خمسمائة ألف دولار هذه الفيزة إذا بتنقبل للشخص بيستوفي المطلبات تعولها الفيزة ممكن يجي هجرة معظم العالم اللي نحنا منشوفه هون بيكون عادة اللي بدو يجي هجرة بيجي عأساس أهل مثلا زوج أو زوج أو زوجة طالبة قريب تعالى أو أب طالب أولاده إذا كان تحت العمر حسب أي عمر سن الأنوني قداش سن الأنوني هو تقريبا 21 سنة كان 18 بعتياد أنا لا بالنسبة لهذا الفيزة الهجرة 21 21 حلق فيك دلت تطلب لأبنك أو لابنتك إذا كان عمره فوق الـ 21 بس بياخد وقت أكتر بياخد وقت أكتر لأنه بيصير تعتمد على قداش فيه فياز هجرة موجودة لحتى يقدروا يصدروها عادة أن إحنا مثل عنا هلق بالوقت الحالي ولا السنين اللي مرأة من قبل كمانا عم بيكون فيه ضغط إنه فيه طلب أكتر ما فيه بياز بيكون فيه تأخير طب أنتو كمكتب محمد نسيت أنا كمان تعرفنا أنت عن مكتبك بش بس يعني صحاني عملت لك دعاية أنه موجود سبانسر بس فيك تخبرنا مكتبك بس بشو بيختص كمان غير الهجرة أو غير يعني حاود السير انشوريز أو أي شيء فيك تخبرنا عنه بدرجع من ننتقل الموضوع الجنسيات أو الـ Green Card نحنا عنا المكتب عنا 2 أفص عنا أفص بـ Dearborn Heights و عنا أفص بـ Novi معظم شغلنا نحنا بيتقسم لثلاثة أقسام يلي هو فاملي لا يلي الطلاء ومطلاء في عنا أكثر من محمد بالآفس وفي كمان ومطلاء الموضوع أي هني بيت 3 يشغلين أكتر أكتر شيء حسب حسب الفجر اللي أنت فيه حسب أمرات بيكون فيها كم أمرات بيكون فيها بس تقريبا يعني الـ Immigration بيضل طلبه أكتر طب بالنسبة للأنون اللي أكيد اللي طلعوا ترامب آخر فترة فيك تخبرنا عنه شباية شو مميزاته وين الناس لازم تشتغل عليه شو مثلا المادة اللي لازم يقدمها اللي جاية على أمريكا لحتى يقدر يعني يتخطى هذا هذا الأنون لأنه سمعت أنه أنا هذا الأنون هو عمل تيحد من الهجرة الشرعية أو الغير الشرعية الناس اللي عم بيهربوا تقريبا بشر حلا ترامب هو ما عمل الأنون جديد هو عمل أصدر قرار لحتى يحد من شغلات معينة بناء على أنه بيقولوا مشان يقدر يحمل بلد من ريسق معينين من مخاطر موجودة معينة حابينا يعملوا ريستركشنز عليها حد دول معينة يلي سبع دول يعني فيك تجاه تعدلنا إيوهم مثلا ترجع لحطا مثلا اليمن في عنا السودان في عنا نورث كوريا في عنا فارتوب بنزولا في العراق إن شالت من هذا الطلب صاروا ستة يعني ستة هادول سوريا زي ذكرت سوريا هادول في أنواع في بلدان معينة ممنوعين ينصدر أي بيزا لقلون إذا بيكون عندهم بيقدر يستوفي الشروط إنه ما يكونوا يا أما إجزامت من الطلب يا أما بيكونوا عندهم قريب لقلون بيصير عنده بيكون عنده ممكن يواجه مصاعب شوي صعبة بحياته إذا ما قدر خلوا القريب يجي لعندهم هلا في نقطة مهمة بهذا 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 كمانا في عندك أمرات بتلاقي بعض العالم بيكونوا مفاكرين عندهم بان هني بيكونوا بيكونوا بينزلوا على البان إنه ما بيقدروش يشوف وفي عندك أشخاص كمانا بيكونوا حتى لو كان من اليمن أو من سوريا مثلا شخص معين إذا حتى من هو الدول كان عنده فيزا شغالة بوقت لما نزل البان اللي هو بمارتش 2017 هدا الشخص منوش مشمول بالحذر الموجود اللي عنده بيش ما حتى لو كان عنده فيزا حتى لو خلصة الفيزا أها يعني كل شي من بعد الكرار من بعد إصدار الكرار في استثناءات معينة موجودة بهذا الطلب طب كيف قالوا إنه في بعض الناس عفوا إنه راحوا عاليمن وعالقهونيك وبعايش قدروا إيجوا لأنه بعد ما طلع الكرار وإني كان معهم فيز بأماكن وعندهم إقامات نو البان ما بيشمل العالم اللي عنده الجرين كاردز أول شي هدول العالم مش مشمولين بهذا الحذر كان فيه أول ما نزل البان بالأول كان فيه مثل معمى عم بقوله ما حدا عارف ما حدا عارفش ما حدا عارفش ما حدا عارفش مظبوط وصار فيه اللي تفهم للوضع من الدولة ومن العالم لحتى إنه صار فيه خافت بتتذكر عنه يعني إنه بعد تنزل على سوريا وتزل على اليمن وبعايش فيك ترجع وإيك شغلات يعني صار فيه مخاوف وكمل العالم شوية بتباهرة بتباهرة للخبرية هيدون العالم اللي عنده جرين كارد قبل فيه روحوا في شي حتى لو واحد مثلا عنده جنسية تانية حتى لو بيقدر يقدم على الفيزا ما عنده مشكلة مثلا ممكن يا عالم واحد يكون من سوريا أو من اليمن بس مثلا ممكن نكون بجنس كندا منوش مشمول هيدا إذا عم أقدم على الفيزا الدولي على بسفور الدولي بسفور الدولي بس القانون شوي قريب أنا منيش محامي بكندا بس حسب ما منشوف فيه مثل ما هون القانون بقول إذا واحد عنده جرائم معينة ما بيقدر يفوت على البلد كندا نفس الشي على ممكن عندك كتير أمرات منلاقي عالم أمريكان هون وعايشين هون بالبلد ممكن يكون عنده معين بطل فيه يروح حتى سياحة عكندا والله بيمنعوه بيمنعوه بقولك ما فيك تفوت حتى لو أنت أمريكاني بس ما فيك تفوت على كندا إذا عندك جرائم معين كمانا متل ما الكندا اللي بديو يجي له هون إذا عنده جرائم معين كمانا ما نحن ما نخليه يفوت طيب في عنا أسئلة أكيدة عم تنطرع في عنا خليل حمدان بيقول هل اللبناني يسمح له باللجوء في ولايات المتحدة الأمريكانية أكيد يا خليل بينسامح له بينسامح له طيب خلينا نجي شوية كمان عن أوراق الهجاب يعني كتير فيه بتلاقي ناس عندهم مشاكل بالوراق لما يقدموا فيها في عندهم مشاكل بالأنصلية بالسفارة طيب هذا تأخير كيف يكون نظامه يعني في ناس بتنطر عشرة واثناشرة سنين وفي ناس بتنطر ستة أو سبعة سنين وبيقولوا لك حسب الأوفيسر يعني امرار يعني نحن بدأ نقعد يعني شخص اللي مقدم وراء بدأ يقعد تحت رحمة الأوفيسر إذا كان نشيط أو غير نشيط ولبت لا ضمن الألف هبا أو كيف يعني بتلاقي انت السيستيم هلا هيدا الشي مش مزبوط انه النطرة هالنطرات الطويلة بتكون حسب الأوفيسر هادول النطرات لما واحد بينتوا ستة سنين أو تنعشر سنة هوا بكونوا حسب أي نوع من الهجر مين لي طالبوا أول شيء هل مثلاً بيختلف بيختلف ممكن الأخذ تطلب خية أو خي يطلب أخته هادي بتاخد فترة أطول شيء عادة تقريباً 13-14 سنة في عندك الأب يطلب أولاده حتى لفوق العمر الـ 21 ومجوزين هو ممكن ياخدوا 7-8 سنين ممكن الجرين كارد يطلب مرته أو أولاده تحت العمر الـ 21 هدا بكون شيء وفوق الـ 21 بكون شيء حسب الوقت حسب قديش أصدروا بالسنة المعينة فيه بيز معينين ليقدروا يقصدروهن هادي بالنسبة للتأخير هلا أعتقد أنت اللي كنت يمكن بتحاول تسأل عنه إن العالم اللي بي بكون قراد يصار بيزا وراحوا عمروا مقابلة على الـ بالكنصلية وقال لهم الكنصل مثلاً جيبولي شوية مفرميشن زيادة يمكن جيبولي قلولي شو عنكن فيسبوك على الفيسبوك وشو عنكن على الـ مظبوط هلا معظم الـ الـ معقولوا الكل بس معظم الـ عم يطلبوا منهم أن يعطوا الـ ليش شو الهدف مننا يعني حتى يعرفوا أنت كيف كيف تفكيرك شو عندك انتماء والله كيف مظبوط لحتى يقدروا يعملوا بما أنه هلا معظم العالم صار عندهم بيقدروا كلهم على الـ لحتى أكتر شي تقدر تعرف هالشخص مظبوط شو انتماء أو توجه مظبوط كيف تقدر تشوفه بتشوفه ممكن يعملوا بحث عبر الـ ميديا حتى يعرفوا مين هذا الشخص لا يقدروا يحموا البلد طب هلا فهمنا بالإنشورنز أو بشركات الإنشورنز بيرفضوا لك الكيس إذا وجدوا أنك انت ما أشبك شي عم تضحك عليهم بس هلا بالنسبة للإنتماء يعني حتى إذا كان أهله أمريكان وهو يمكن ينتمي إلى لا نقول حزب أو معينة أو أو طائفي معينة في علاية علامات بأمريكا بتم رفضه عبر السوشيال ميديا يعني حتى حتى الناس تنتبه مننا لأنه أمرار السوشيال ميديا عفواً يعني أنا بيبعتولي أمرار صور لأشخاص معينة بحزب معينة بمحيض أغري عبش مضطر يعني حط حالي أنا بموقف مسائلة بتأثر هاي دي يمنع من فيزا إذا شخص عنده أهل بأمريكا أو مرته أو خطيبته أو شي ممكن تسبب له مشاكل إذا النظر علي وحسب شو اللي الشغلات اللي عم ينعمل للايك وشو اللي عم ينعمل لشير حتى شير ولايك كله؟ بديو ينتبه واحد من هالشغلة مشان ما ينحط بمحال منيقول هادا الشخص انه منوش قابل حتى يقدر ينصدر له فيزا بناء على مسلا توجهات إرهابية مسلا نحن نعتبرها إرهابية تحت العنون هوني أو ممكن نكون قطر على البلد هوني سو عادي شغلة دايماً منقول للعالم انتبهوا منها مع أنه انت تخليك بعوض عن الشر ويغني لو متلبهو طيب أوكي أول شي بدي يرجع رحب بكل اللي عم يسمعونا وعم يحضرونا أكيد عبر واتساب ميديا نتورك مع المحامة محمد عيسى بزة كمان بتأمل انه كل اي شخص برجع بقول عنده اي سؤال يطرحه خليني انا اخد كمان كم سؤال ونطرحهن على ضيفنا محمد في سؤالهم بتقول سامية الزبيدي هل يمكن ان الاخت ان تقدم طلب عجرة لأخوها وقديش المدة فيها تقدم لأخوها وان المدة بتاخد تقريباً 14 سنة فيه شوفلك هلأ على اي طلبات عم يشتغلوا لحتى اللي كمان اه اوكي بتكون طلعتنا اي هون كمان احنا بنكون اه دورنا على اه سؤال جديد اه زينا الحاج بتقول اذا الشخص معه جنسية بس ترك البلد وهو اه وهو عشر سنين اذا اجا وبعد يجيب زوجته وابنه بالضبط وقديش بده وقت تقريباً اذا الشخص معه جنسية بس ترك البلد مهم هو من عشر سنين تقريباً ورجع اجع على البلد وبده يجيب جوزته وابنه وجوزته وابنه اوكي بالضبط قديش بده وقت اوكي هايدا السؤال بناصم لو اسمان اول شي لحتى يطلب هاديك الاورانية اربع عشر سنينة راحي اه اربع عشر سنينة يا سامي اه عم يشتغلوا هلا على الابليكيشنز اللي هن بالالفان وستة مقدمين بنص الالفان وستة تقريباً بالالفان وستة ايه ايه نطرة تقريباً تلتعشر سنين تلتعشر سنين اوكي هايدا مش مشكلة فيه يطلب زوجته اه الزوجة والابن اذا كان تحت العمر واحدة وعشرين بيناعتبروا هيدول اوكي 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 بيناعتبروا في العالم الممكن يكون بتاخد تقريباً اوكي لحتى ينبعث من ال كذين اوكور تمانس يعني للوزارة الخارجية مشان يقضوا منكم معلومات زيادة لحتى يكمنوا الطلب هلا عادةً الطلبات بتاخد من اوكي 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 خاصة بالنسبة للابن ممكن الابن يكون اوكي نعم لأنه بيو معه الجنسية حسب إذا بيستوفي الطلبات المعينة إذا زلمي كان عايش مثلاً قبل ما يخلق الولد لخمس سنين بأمريكا ممكن الولد يكون أمريكاني قريبا نعتبر أنه منوش أمريكاني بيتقدم له طلب مع الولد لما بفوت على أمريكا وبيعيش مع حضيرك بيو على أساس الجرين كارد البيت الأبن بيصير تلقائياً يوأس سيتزم هذيش بياخد بقت ليعبي على سيتزم وعلى ضغري مجرد مفوت على أمريكا في عبي ضغري مزبوط على البلد مزبوط هذي إذا كان في عمر محين والله هذي لازم يعملون تحت العمر الـ 21 21 مجرد بس ما يفوت على البلد بياخد الجنسية مزبوط لازم يعني يقولي الأشياء ننتبه له كمان في عندي سؤال أنا على الواتساب مبارح مبعتلي في شخص إنه مدام إيجاه قاله رأيه ولادة لـ Green Card بعثولا إياها بعثولا بالبريد موصلة رجعت اتصلت عفواً رجعت اتصلت لألك لأنا بدك تجاوبني عليها رجعت اتصلت هي قالولا بعثني لك يا بالبريد وانتي ما استلمت رجعه مزبوط فبس صرى القصة أكتر من خمسة الشهور هي كل يوم بتتصل وبيقولولا بعد بعد في براسس وبعد في يعني غريبة غريبة هذي من الحالات الشازية عادة هذي اللي بنقولها عادة مزبوط لما بتنبعث لـ Green Card أو حتى إذن العمل بيطلبوا إنه عادة بعتع محل يكون إنه حيكون في عدم موجود متتاخذ معظم العالم ما بيكونوا بالباقة ما بيوصلوهن بيرجعوا بردوهن مزبوط أنا هيك صار معي صراحة أنا عملولي دينايت للجنسية لما كنت بالحاج جنسية إنه عندي تقديم صراحة للجنسية بتصير 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 بجعنا قدمنا المهم مرأت فيها مرأت فيها بس عادة الخمسة الشهور الفترة طويلة اللي بنصحه أنا تتأكد إنه أنا عندنا العنوان مزبوط طبعيك يا تعمل تقلي شو بدأ نقلو للمحامة شو بدأ نسألو للمحامة بسأل لي إيه إنتي ولا بسألو أنا أخي أنا وإياك يوعد على الحلقة يعني فشو لازم تعمل هي مش المفروض تاخد هالوقت اللي معين إذا بتحب تجي أهلا وسهلا نحنا بنحاول نتوصلها مع الـ CIS لنشوف ليش من وصلت بعد فيها تعمل هي حتى تعمل إنكويري أونلاين كمانا بحط الـ Application Number مع الـ Information تعولها فيها تبعاتهم على أونلاين بردوا عليها عادة بزارة 14 يوم لحثي لولا شو صار ممكن يكون في مشكلة بالـ Address تعولها لذلك تأكد أنها تتحركها في أمرا العالم بيكون مش عاملين الـ Update للـ Address خاصة بعد ما تصير هيدا القصة إذا بيعملوا الـ Update للـ Address تعولهم أونلاين تلقائيا بيبعضوا هني بيبعضوا الطلب هذا جواب إلا ألات سومي شاء الله كونية بتسمعنا بس كونية بتسمعنا أكيدي دايما بتبعتنا طيب في عنا دانا ملاحة بتسأل إذا شخص لديه جنسية هل يحق له أن يقدم طلب هجرة لإبن أخته؟ ابن أختي لا لا، استقلتها لا ليش؟ ليش ابن أختلاق؟ الأنون بيقول أنه لازم يكون part of the family الميديا فاميلي اه يعني linear يطلع ينزع يعني يا بتطلب أهلك يا بتطلب أولادك بس في يجي طلب زيارة؟ يعني يجي يقدم، حيالله شخص ممكن يقدم على طلب زيارة مش لازم يكون عندك حتى قريب لحتى تقدر تجي زيارة يعني ممكن واحد يكون ما عنده أحداً قريبين ممكن بدي أحبي بيجي مثلاً على فلوردا بدي روح يشوف مثلاً ديسدي مثلاً أو بدي روح على شيكاغو بدي روح على نيويورك يقدروا يكون عنده قريبين إنه جاي هالشخص بس لفترة طب هني كيف بيعرفوا هني كيف بيعرفوا إنه هدا جاي الشخص هلا في ناس كتير إنه بيجيب وراء وكذا بس هني كيف بيعرفوا تقريباً إنه هدا الشخص جاي يقعد ما جاي السياحة أو أو يشوف حدا يعني القانون هو بقول حسب قدرة الشخص الافيسير دي يفهم هدا الشخص روح هلا القانون هو عادة بقول في نحنا عنا شك دايماً بيكون أو بنبلش نحنا من نقطة إنه هيدا الشخص اللي عبي قدم على فيزة مش هجرة فيزة سياحة أو على فيزة مؤقتة هيدا نيتو جاي يضلوا هوني بس هيدا القانون بيقدر يتخطى الشخص عبر مثلاً هلا هيدا الشخص عنده أراضي عنده بيوت بالبلد اللي هو فيه عنده شغل عنده ارتباطات إنه إنه هيدا الشخص إنه حيرجع على البلد حيرجع على البلد يعني لازم يكون في عنده تطمينات إنه الشخص يرجع بحال إنه مرجع وبقي بها البلد شو القطر يعني هو أكيد يخالف القانون شو أكثر شي بعملوليين يعني إذا بحال إن كمش بيرو على الاميجريشن كورد بالحبس بالأول ولا بيرو على الاميجريشن؟ برو على الاميجريشن هلا بالوضع الحالي عبي يحبسوا كله عبي يحبسوا كله لديش بيديد الحبس ستة شهور ثلتة شهور؟ عبي يروح بالحبس بالاميجريشن إيه؟ إنت عم بتقول إنه بيروح قبل ما يروح على الكورد يعني قبل ما يعاملوا له محكمة يعني عادةً في الوقت الموجود هلأ بين جمعتين لأربعة جمعة ما يقدر يطلع دائم القاضي للإميغرائشن هلأ لما تطلع دائم القاضي للإميغرائشن ممكن تطلب إنه تطلع من الحبس ممكن أمرة يعطيك هذا الطلب إذا عندك ممكن يقبل إنه طلعك من الحبس حسب إذا عندك شو الأسباب اللي عندك إيها لتقدر أنت تضلعك بالبلد إذا عندك دفاعات إنت لا يخلوك إنتهم بالبلد بس إذا ما عندك إذا ما عندك إذا يعطيك بانت سو بدك بتكمل بالقضية هاو العالم ضروري يقدروا يفهموا عن جات شو في عندهم حقوق وشو في على مواجهبات مظبوط لحتى يقدر يعملوا مزبوطين عمل بها الشغل في عنا محمد أبو قاسم بقول إذا كنت مطلوباً للأنترابول وخلصت منها وعندي أولاد في الولايات المتحدة وما عم يعطوني فيزا لأطلع لعندهم شو بعمل سياحة لما وحب يكون عنده دقطة حمراء ايه هو يكعونه بالأنترابول فيزا سياحة صعبة كتير يقدر يأخذها طيب هو يخلص منها فيه أولاده يقدموله فيه أدموله على أولاده هلا بدك تشوف هيدا حالي خاصة بدك تشوف شو السبب اللي كان على الأنترابول هل عنده حكم جرمي هل عنده فيه جرائم معينة ممكن يقدروا مش ضروري يكون عندك حكم أنت محكم فيها ممكن تكون أنت عنده سبب بيأكده أنت أنت عملت واحد اثنان ثلاثة فهيدي كمان تكون سبب لحتى تدارب يعني فيه جرائم الحكومة الأمريكانية ما بتعطيك فيزا لو شو مصاري يعني يعني فيه يعني فيه شغلات معينة يعني كل حالة إلى حالتها وفيه بديو نشايف شو القصة شو اللي كان صاير طيب محسن بيقول أنا عندي جرين كارت فيه يقدم فيزا زيارة إلى الوالدة تحيالله شخص من رجع ما نقول أي شخص بأي من أي دول كان بيقدر يقدم على بيزا سياحة لا بس هو عنده جرين كارت عم يقول بدي يجيب أمه بدي يقوم إذا بقى تيجي السياحة سياحة فيها تقدم إذا عنده جرين كارت لعني فيه ناس لي بقولك أنه لازم يكون أنا كنت أساسا حتى كنت بالزمانات أنا بعرف أنه بس الشخص يلي عنده جنسية بيقدر يجيب مرته أو خطيبته طرع لا كمان فيه اللي معه جرين كارت بده تيجي سياحة ولا بده بده تيجي بس بده يجيبه تعد عيش هون Color ولا بس سياحة هو عم بيقول زيارة عفواen زيارة في هاي في أقدم له زيارة زيارة في أقدم له الالجرين كارت وولدر إذا بده يقدم له هجرة بس بيقدر يقدر يقدم لزوجته، إنه للعو Harmому أو لأولاده إذا عمره تحت 21 أو فوق ال21. بس ما يكونوا مجوازين ما هي اخر مستجدات الـ L-O-M بالعراق؟ متوقف العمل؟ عندك فكرة ليش متوقف؟ سيكورتي تشيكس سيكورتي تشيكس طيب في عنا كمان الخالد هلا ليك لانه الاسي اللي هوني صارت ببلش يعني هاد الحلقة في ناس كتير عن جد عنا بالجالية سيكورتي او اوكي لنترجم سيكورتي انه شخصات شخصي امنية يعني شغلات امنية يعني سرية ما فينش يقولوا عنا؟ بدون يأكدوا هن الاشخاص اللي جايين عبر من هول بلدان انه ما يكون عندهم انتباطات ارهابية ارهابية سرعة حطرنا هيدا تبع الـ L-O-M مضبوط الـ L-O-M اكيدي صديقتنا واللي عم تحضرنا متل ما تفضل حضرة المحامة انه بيعملوا اجراءات احترازية اكتر خاصة لهو الدول السبعة او اللي يزيع عنهم السبعة عدم انه اعطوهم او الفياز او قدومهم حتى اذا اعطوهم بيعملوا متل ما بقولوا كتير تشك اوب لحتى يعرفوا متل ما قال تفضل اذا ما يكونش عنده ارتباطات يعني كلنا بنعرف ارتباطات لشو خالد بيقول للعلم قبل شهر حاولنا لعمل فيزة سياحة لزوجتي واولادي لكن رفضوهم هل هذا الرفض بيأثر على معاملتهم لا بس لا في اسم اول ايه بس انا من الاسم الاول اوكي لو سمحت عفوا خليك الاسم الاولاني اوكي لو سمحت انا قدمت طلب هجرة لزوجتي واولادي اولادي صغار تحت السن اوكي كم بتعتقد وقت وانا ما معي جنسية انا معي جرين كارت اوكي هلا لزوجته وولاده تحت السن تقريبا بيأخدوا سنتين لحتى يكون فيه اه فيزة ذنبعا ما معي الجنس هذا الى هذا المتحدث بس ضيارة بس ناياة بنرجع قناة نحنا بناطف عليك السؤال التاني مبعد ما تعطينا السؤال الاولانية اذا كارت بس لاقدر جوبك هلا اذا كارت بس ناقدر اي جوابك هلا اذا انت كارت بس لانت طلب زوجتك ولادك تحت السن بيعتبرو هيدولة اه كاتيجوري اوكي هيدولة هلا كاتيجوري اوكي لذلك تقريباً كما يكون الهجرة ستأخذك 6-7 شهر لين قبل الطلب عادةً للـ I-130 ويكون هناك في عام يعني بجعه يكمل كنا عم بيقولك السؤال وللعلم قبل شهر حولنا نعمل فيزا سياحة لزوجتي وأولادي لكن رفضوهم هل هذا الرفض بأسر على المعاملة؟ يعني فيه ترابط يعني إذا رفضوا هون بيقدر يعني سبب الرفض يعني هو كنا عم بيحاول على كل الجبهات ما هو أجاند برجعلك أنا لديزة اللبنية هجرة ولا بلانية هجرة ومثل ما أنت لك أولادي صفي نيتو بالأول ما أنت لما عبتجي عندك الرادي نيتك العنجاد المضبوطة أن الجاية بدك تعيش مع أولادك وعندك الرادي طلب هجرة فأنت فرجيتن أنك الرادي أنت نيوي تيجي لهون وبدأ لك هون لذلك عاية السفد يعطوك فيزة سياحة؟ آآ مظبوط يعني بينتبهوا هوني للإسم ولكل هالأمور هالي ولازم أصلا ما هوني بيسألوك على الابليكيشن إيه انت عبيت قبل مظبوط حتى للفيزة يعني إذا فيه شغلة مرحبة نقولها للمشاهدين كلهم ميكشور أنه انتبهوا على أي كل سؤال بينسأل شو الجواب اللي عمين حط عليه على الفيزة سياحة أو على أي فيزة ممكن تقدمها لأنه أي شي غلط يعني لازم يضل الواحد متذكر مثل الباسورد يعني وما بيجي إلنا مثلا والله فلان وفلان عمل لي إياها أو رحت عمكتب بلبنان أو رحت عمكتب بهالمحل وركبوا لي إياها يعني هني بس أنت أنا بديكت تذكر المشاهدين لأنه كتير دقيقين بهالقصص يعني حتى بيجيوا بك بيسألك يمكن السؤال كذا مرة لا يعرف مثلا لنقول مين يبيقربك بأمريكا بتقول له انت خي حسان برجع بعض الشي جمعة بيسألك أو بعض شهرين بتقول له خي مروان بتزيع الاسم بتضيعه فشو بتصير هاي دي فيها بيغولو باكتنتبه لها إن شاء الله لأنه ممكن يصير عندك ممكن تتواجهها مشاكل بالإميغريشن مثل رابريزنتيشن أو أو إميغريشن فراد طيب شو بيعتبروها بيعتبروها مثلا أنت عم تكذب أو حسب شو الحالي أمرات ممكن تصير توصلك للإميغريشن فراد والإميغريشن فراد اللي هي تزوير معلومات أو شيء معلومات للإميغريشن هذا من أصعب الشغلات اللي ممكن تقدر توجهها أنت طيب بشار بيقول المدة المطلوبة للحصول على جنسية هي خمس سنوات ومن ضمنها سنتين ونص تقريبا تواجد فعلي داخل أمريكا سؤالي هو أني كنت أعمل خارج أمريكا بطريقة نظام البديل أربع سنة أربع أسابيع خارج أمريكا وأربع أسابيع داخل أمريكا لمدة ثلاث سنوات هل تحسب لي تواجد فعلي أم لا وهل تعرك العمليات حصولي على جنسية أوكي يعني هو أربع شوة وأربع بره أوكي على الخمس سنين إذا كان عبي أقدم هو بيسيكلي على الخمس سنين إنه مش على أساسه مجوز لأيو أسيرزن اللي بتقول تعوله هو أنه يكون هو عاش نصف الفترة هوني بالبلد يعني سنتين ونص سنتين ونص إيه إذا عنده وما خالف ما طلعش أكتر من البلد ما سعر بريك لالتنتينيوتي لتعوله إيه إذا عم بيروح أربع أربع جميع عم بيعلق هو عم بيعبي يعني البديل شهر هوني شهر هوني شهر هوني بدو ينتبه كمان لقصة التاكسز إيه تعبيته عالتاكسز هلا عم بيعبي فورن انكم وعم بياخد نان رزيرن سيكون عنده مشكلة زي هالشيغلة موجودة بتأثر على أوراقه بجنسية؟ مزبوط لأنه لما واحد بدو يقدم عالجنسية مش يابا أنه أنا كرين كارد وأنا عايش هوني خلص أنه بكن تعطوني جنسية حق جنسية بمعتبرة هي حق مكتسب بدي يكون عندك أنت أول شي بدي يكون عندك عايش عندك كرين كارد أول شي بدي يكون عايش لفترة معينة حسب الأساس اللي أنت عبتقدم عالجنسية يا أما ثلاثة يا أما الخمسة ويمكن في عندك كمان سنتين مكاملين أول أربع سنين كل حالة كانت تختلف ولازم كمان يكون عنده هالشخص أخلاق حميدة يعني لازم عنده يكون عنده سمعة طيبة تقريبا بالعرب بالعرب بشغله يعني حتى ما يتأثر على يعني مشاكل اي مشاكل اا اعتداء سحب سلاحة أو شي كله هدا بيأثر على جنسية مية بالمية أو كمان ما يكون مثلا عائل على الدولة مثلا وكمان ما بيكون مثلا بيقدر يحكي انجليزي كبيرا أنه ويفهم انجليزي ولا مشي حاله ما بيأثر لا ألا بدون ينتبهوا مننا للشغلة لأنه صاروا عم بيطلعوا كثير على مش بس أنه يابا جاوب الست من عشرة أسئلة عم إذا الافيسر ما انه مقتنع انه هيدا الشخص اللي عبي يعمل معه الامتحان بعد الامتحان إذا ما عم بيقدر يفهم مظبوط شو عم بيحكي معه الافيسر الافيسر بيرفض له طلبه وهلأ صرنا عم نشوف كثير مننا حتى لو كان ناجح حتى لو ناجح إن شاء الله يكون المجاوب العشرة هلأ عاتل حتى عاتل حتى لو جاوب أول ست مظبوطين مية بالمية لازم يفرج إنه بيقدر يفهم ويحكي ويقدر يجاوب مع الافيسر حتى يقدر يحكي معه عن الافيسر ماشي بس هذا القانون جديد لا هذا القانون دائما موجود بس ما كانوا يشتغلوا عليه يعني كان خلص ست اسئلة تتجاوبون أو ستة من العشرة أو ثمانية من العشرة إنه شحوق كانوا يعني ما ياخدوها ما يكونوا طب ليش هلأ ليش هلأ يعني ليش هلأ إنه إذا أنت مثلا ما عندك يمكن القاعدة الإنجليزية أو بتفهم متل ما انت عم بتفضل وتحكي إنه أنا بقدر تسقطك فيه أجان آآ هي دائرة بتتبع شو رئيسة بقول ورئيسة محطوط معين من الرئيس الجمهوري من رئيس البلد اللي عندنا سو بيسكلع توجه السياسي الموجود بينعطى الأوامر إنه شو بك كنت عاملو إنه فيه شغلات بتكون بيسهلوها هون بوقت معين بيصعبوها بوقت معين وهلأ الوضع السياسي اللي إحنا فيه ووضع البيئة الموجود هون بدون يصعبوها شوي بدون يصعبوها شوي مشان هيك ناكست ويك إن شاء الله مش إن شاء الله هلا أنه ايس بدون يفلطوا على العالم إن شاء هلا هلا منحزر العالم هلا منحزر العالم بدي اطلب من كل المشاهدين أكيدة يعملو شير للحلقة كل شخص يعمل شير ما بيشكل ما بيشكل إذا عمل شير هالمرة لحتى يستفيد غيرك من كل المعلومات إن كان بلبنان أو خارج لبنان بكل الوطن العربي نقدر نستفيد من أي معلومة يمكن أنت بحاجة لأنك تفهمها أو تعرفها خاصة يمكن هذه الحلقة اللي أكتر بيقول إنه عملو شير كرمال المعلومات المهمة وهي دي المعلومات لمعلوماتكن عنا بأمريكا بتدفع عليها مصاري يعني الأستاذ محمد بس أحد يروح لعنده أكيدة في يعني تعب وفي شغل وفي قاعدة نحنا جايبين الأستاذ محمد لعنا لهون ليعطيكم كل الأجوبة ببلاش فهي دي فرصة أستاذ محمد في شخص بيقول أكيد حمدان خليل حمدان بيقول إذا المواطن بأمريكا ولديه شركة أو مؤسسة صغيرة هل يمكن أن يستدعي أي شخص من أي دولة عربية للعمل في شركته وأني بدي أسأل هذا السؤال بدي أضيف عليه كتير ناس بيسألونا نحنا أنه فيك تستدعينا مثلا حاج عباس ساعدنا يعني كيف تساعدكم نتجوها عامريكا غير أكيد الزواج هداك مية بالمية لأ أنه بعطلنا طلب بشركة بتشوف لنا شركة كذا هاي دي القصة كيف يعني أول شي بدك تجاوب عليه للزرمة تاني شي إنه صارت هالقدي يعني أنه سهل إنه وقت إذا عنده شركة يبعت وراء شخص والله مين هني الأشخاص اللي لازم فعلا يجوا يشتغلوا بشركة أوكي هلا هيدا السؤال لحتى يقدر يجاوبه بالمجمل حجاوبك عليه عادة الشركة فيها تقدم لأشخاص بدهم بدهم يهم اللي يشتغلوا عندهم إذا هيدا الشخص كفاءة كفاءة وماش موجود هوني مية بمية مية بمية فعلية اللي حتى يقدر لازم يكون تتواجد عليها فترة طويلة بتاخد بده يصير مثلا الشركة بده تعمل تحاول توظف حدا من هون من أمريكا بقدر يشتغل بس إذا هالشخص ما قدر يلاقوه وحاولوا أنه يلاقوه ممكن يطلبه هالشخص من بره يعني هذا الاختصاص يجب يكون مفقود بأمريكا لحتى تقدر أنت تستاقدمه مش مفقود مية بالمية مش مية بالمية قليل في منه قليل يعني حتى تقدر تستاقدمه من بلد بره أنه نحن بحاجة لقلو مية بالمية وكمان بدك تتأكد كمان مش عاب تجيب واحد مثلا لحتى تشغله مشان تدفع له بسيط أو بدك تضبط حدا من أقرايبين تجيبه بشركة معظم الأمرات حدا صاحبنا بدي يك تحكيه بدي يجيبه من أختي أو بدي يجيب حدا من أقرايبين لحتى يشتغل عندي طب شو بده يشتغل؟ بدي شغله مدير مثلا طب شو يشغل بقبل؟ مهندس طب شو غصة بها؟ أنا أولي بدي يتحكيلي يون لأنه أولي تشغلات عفكرة صعب أمرار يعني عجد بيحكوك من بره بتوع بدك تفسروني يا عمي لا ما بيصير إلا زوجت بالنسبة للزوج بالنسبة للزوج إلا أنت قلت أنه في الفياز كل الوحدي إلى وقته أي هو أقصر الوقت؟ يعني من أي المعاملة الأقصر وقتا لحتى واحد يجي على ولاية المتحدة؟ لا ما في شي اسمه أقصر وقت عند السؤال بيكون هل هل أول شي هل في فياز افايلبل ولا لا؟ يعني حتى إذا واحد كان مزوج إذا زوجته أو بايديو أو أمه أو زوج والزوج والابن تحت الواحد أو عشرين مش مزوزين هيدولي في فياز افايلبل سو السؤال التاني بتروح هل هيدا قدم الطلب مزبوط مع كل الموجودة أمرات كتير عالم بيحطوا بيغلطوا بالتعبية الطلبات تتعبية الطلبات أو ما بيبعتوا ولا بيقول لك مثلا يابا بدي يبعت بدي يبعت لزوجتي مثلا بقدم للطلب بعبي كل شي أنا مزبوط على بس ما بيبعت كل اللي حتى برهن أنه عن جاد هيدا الشخص اللي أنا طلبه زوجتي مثلا هيدا زوجتي أنا مجوزها مزبوط وخلي الافيسر يفهم أنه بعدما يرجع الطلب تعولي أنه أنا هيدا مرتي مزبوط مش مرتي مشى الوراق بس بالنسبة للشخص اللي بيغلط بالوراق كمان بترجع بيرجع بيعيدوا الوقت يعني بيأخوا بيرجعوا الوقت ولا ضغري بيلحقوا المعلومات بالطلب لأنه في ناس كتير بتشتكي أنه صار في غلط مثلا ورجعنا بعتنا ورقة ورجعوا وقعدونا وقت طويل هل بيعتمد الافيسر على المعلومة مثلا برجع بيباليش فيها من جديد ولا بيعمل ملحق للمعلومة برجع بيتكمل الوقت عادة لما بياخد الافيسر الطلب لحتى يراجعه وبيعمل ركوست هو عادة بيقوله مثلا بدي معلوماتي زيادة أنا هيدا الشخص الافيسر بيضله عنده هيدا الشخص الافيسر بيضله عنده الفايل سوالما بترجع انت بتبعت الرد لهيدا لهيدا الشي المفروض لنفس الافيسر يضل عادة من احنا بخبرتنا ما بتاخد وقت طويل من بعد هيدا الشي هيدا الشي اللي مش عب الطلب شكل مزبوط هلأ امكان وقف هون امرات كتير كنا نواجه مشكلة قبل اه مثلا يجب كون في كتير شغلات مثلا عن الطلب اول ورة بيقلك اوكي وقف لأ غلط بيعطي بيعش يكمل الطلب بروح بيبعتلك بيقلك بدي هيدا الورقة هالشخص اللي عم بيرد علي اذا ما انه عارف حاله شو عم بعب بيبعت له هيدا الطلب بروح الشخص بيراجع الطلب والله اوكي رجع وصلنا هون خليني يكمل مراجع على الطلب والله طلع عندي مشكلة ثالثة اي رابعة او خامسة هيك بتصير عندك مشاكل بطولك ايه بتنصح اللي بدي يعبي طلباته يا يعبي عند محامة او بمكتب دائرة الهجرة او بيقول الناس اللي مكاتب الهجرة هلأ اللي بنصحه انا اي شخص بده يعبي طلب يا اما هو يعبيه ويفهم مزبوط شو بده الدولة هن الرادي عاطينه الموجودين اللي يديني يرق يقرأ كل شي مزبوط او يروح عند حدا ملخ محلف مش حيا الله حدا نفتح مكتب يا با انه انا بقدم طلبات بتربي يفهم فيهن يكون محلف من الدولة اختصاصه يعني اختصاص مش بس اختصاصه كمان يكون هو مقبول انه يقدر يعطي الادفايز او محامة مختص بهالشي محامة ميجريشن متلك انت يعني اكيدة بيجول عندك اكيدة بيجول عندك طيب في زيانة الحاج كمان بتسأل في ام كانت مقدم الاولادة وقشت الموافقة هن من سوريا بس طلع القرار اتوقفت المعاملات بهيدي الحالة شو الحل كمان بدي اضيف عليها انه اذا واحد بدي يجوز من سوريا كمان بش بديوش يقدم لأوراق هل هي ضمن هايدي الحالة انه الدول ممنوعة او اعطاهم تقشيرة والله لا لانه هايدي حالة انه تزواج يعني هاي مرته بالنهاية وهو كستيزن امريكاني بيحقق له مصبوط والله شوف شو الاشكالية ايه حاجة القصة مش هوني القصة انت بين قبل طلبك وتروح على السفارة بس لما بديجي اصدر الفيزا هيقلك في انه انت البان ما بيسمح لي انا اعطيك فيزا انت مقبول بكل شي بس لازم لك بدي اول شي على الافيسر بدي يعمل قرار هل هيدا الشخص مؤهل لحتى يقدر يكون عنده ويفر بس انا عادة اذا زوجي او زوج ممكن بيقلك الافيسر عبيلي معلومات زيادة عادة بيعطيه طلب عبيلي شوية الانفرميشن زيادة لما معظم العالم المشكلة لما عم بيروحوا ما بيكونوا بيعرفوا انه يبقى بفكروا انه والله بس عبينا هيدا الطلب الزيادة هذا خلص الوضع وهو العالم حراوعة يمتروا سنين وسنتين ناطرين لكيستعولهم بعدها بيطلعوا عليها انه عم بيطلعوا عليها هيدول الاشخاص المعينين حتى لو ما بدوا يحط محامي انه بيعرفوا يقدروا يساعدوا فيها نطلبوا كمان اقرى اقرى شو المتطلبات لهيدا الويفر وحاول انت بعته ان الباكت لان احنا عادة لما واجهنا عالم من اهو الدول اللي عندهم مشاكل لانهو مشاكل اللي محتو طير علاقة حيث اللي محتو طير علاقة لما قبل ما احنا عادة نبعت هيدا الشخص اللي يروح على المقابلة نبعت معه باكت انه بنبعت معه نحنا اتطلب انه كل شي الاسترحم يعني معبرين اياه متل انهو روح اندي بس حدت هيدا حتاخد سلحة تاخد وقت بس بيعطوه فيزا انه اذا كان من اليمن او من العراق او من او من سوريا عنا اشخاص معينين ان احنا اجوا من سوريا الرادي اخدو فياز اوكي اه اخدت فترة تقريبا تسعة شهر انا بس عمقول هيك لحتى اذا واحد حبلو شو واحد من سوريا يعني شو بدي يعمل المعطة اوكي بدو يطول فيلو بس بالاخير ان شاء الله بيمشي حاله بيمشي الحال يعني من هي شو بتاوي اوكي انا اخي عنده جنسية اسرا اوك اوكي if considerable اوكي اذا عنده جنسية الاسراه компьютer اوكي اوكي اوك مطبوط اان بيستوفيل الشروط للفيزا ممكن ياخد اقامة بس مش اوكامة بائمة وبيبادلو يشتغل كل ثلاثة سنين بتتجدد فيزدو استراليا مزبوط. استراليا في معاهد. امريكا عندها معاهدة مع دول معينة. بقولولهم هؤلاء الاشخاص احنا اذا كنتوا تستثمروا عننا بالبلد هوني فيكن تستثمروا بنعطيكن اقامة. وما فيه معين مش نصف مليون او المليون. ممكن تكون مية من كميتان. حسب الكل بزنس. حسب الاتفاقية مع الدولة. مزبوط. حسب شو الاسباسيكس تعولها هايدي الكيس. هلا الدول العربية موجودة هايدي كمان مع الاردنية والمصر كمان. ام. 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 في واحدة كان يعني في شخص اه هلا اجاني هيدا البدايمة. اه. هذا السؤال. هدا يمكن كمان فيه منه اسئلة كتير. انه في واحد بس هبكون بتزوج واحدة عندها يمكن الجنسية وعنده الاقامة هو. هو. وقبل ما تيجي جنسية طلق. اوكي. راح عليبنان واكيده الخلص التي خلصت. ها في امريكا في راجع على جنسية سياحة. عمزين من فيزيد سياحة. اوكي. بس لاحي انته افهم السؤال مضبوط انا اي. اعم بتقلي حدا. واحدaji يو اضف elektronah springtime. ايه قبل ما يجو راق وطلق. قبل ما يجي وراءه شو للجرين كار? للجرين كار. اوكي. راء على لبنان. اوكي. هو بعش في عنده جرين كار بقى خلاص. اوكي. هلأ عادة في كمان استثناءات معينة. اذا كان الشخص معنف ممكن يقدر ياخد وراء. معنف مين? من مرته وصلا. ايه. لا في اه بديك تحكينا. خي بديك تحكينا يوهن ما انا بديك. ما انا بديك تحكي لي يوهن هاودي لانه هاودي حديثي جالي يعني. كلي جالي عم تحكي فيهن. اوكي. هلأ في امرات من نشوفها اه يا اما الزوجة يا اما الزوج لما بيجوا من البلد. ايه. اه ممكن يكونوا معنفين. اذا انت معنف في قانون بيسمح لك. انه تضلك بالبلد. حتى مش مش ضروري يكون زوجك او زوجتك تكمل لك الطلب تعولك. ايه. يعني بتصير مع رجاله وبتصير مع نسوان. اوكي? بس المهم تكونوا انتو تقدروا تراجعوا طلبكن. عم بتحكم مع مع شخص بيفهم بها الشغلة. ايه. اوكي? وسأله واحد وسأله اتنين وتلاتة. اوكي? ما تعتمدوا على انه خلص يالا بدي ارجع عان لبنان. اوكي? هلأ. بس تسؤالك حتى لو. يعني بيضال في اطر. في بوتانشل. في بوتانشل. بيضال في اطر. اه. اه. وحتى لو شخص عنده طلب هجرة هو من قبل. وبطل بده. بس هو فل على لبنان. فل طلقائيا. وطرق قال له ما بدي. حتى لو كان عندك جرين كارد. ايه. حلت بيحقلو يرجع يعاد ايه. في بوتانشل. ايه. اه. 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 بديو يبرهن انه نيتو انه بديو يرجع باك على البلد. مش جايا انه اه. تب. بنسبه للزواج الخطبة. فيانسي. في ناس بيقولوا انه بس يقلصوا ثلاثة شهر. بيعطوك ثلاثة شهر. بيعطوك ثلاثة شهر. نيني ديز. انه فيها ضل بالبلد. هلأ انا سمعت انه في استثنائيات. يعني مثلا اذا. اذا بلدها في بقلبها حرب او شي. بيرجعوا بيعملولها ببعض فيزيط لجوء. اوكي. وبهذا المعنى. اوكي. هلأ اذا خلصوا ثلاثة شهر عادي. كمواطن عادي. اذا ما جوزوا ولا ك اذا ما تزواج ما هيو جايبها خطبة هي الخطبة لحتى يتعرفوا ع بعضون ويسبت لها زواجة علقوا باخر شهر فيها تضلب البلد فيها تقدم شي مثلا فورم او اي او اي قانون بيسمح لانه انا بما اني انا جيت وضربني او شي ببدي ارجع ع بلادي هلا اجان اذا نضرب في الى عندها بتكون هايدي من الاشخاص المعنفين الى حماية معين ممكن تاخدها ممكن تضل مثلا اذا هالشخص مثلا فوركزامبل من اليمن الوضع مش موضبوط باليمن او من سوريا لحتى يرجعوهن هوا الشخاص معقول يقدموا على اللجوء اذا عندهم عنجاد خوف فعلي انه يرجعوا عباك على البلد ايه هادو الاشخاص ممكن يضلوا الفيانسة هي من الفياز يلي اه اذا عندك عنجاد بكون معنف او بكون فيه او خوف من الرجعة ما فيك تقدر تحولها الى فيزا تاني اك شو بتصير الانون فيها هايدي شو بيضل اذا انت منكش اذا بدك تصير بتصير تخالف انت بالانون حتى لو جوزت يو اسيرزن تاني اهم اوكي اذا اذا اجيت انت في يانسة واختلفت مع زوجتك اذا اختلفت مع خطيبتك مع خطيبتك وراحت جوزت واحدة ضليتك هوني خلفت وارجع ضليتك هوني ايه ما فيك تقدر تخدق الى بوراقك انت و هون ما فيه انا ما بنا عمله التسوية نو حتى لو زوجتك ليش مواخر جنسية نو انت بيش اغلي ايه اذا في يانسة ايه اوكي فيانسة انت ما جوزت مرتك اللي جبت ما جوزت خطيبتك اللي انا جبتها راحت جوزت غيري راحت جوزت غيرك اذا انت ماش مجوزة ما فيها تضلة هوني بعدها تروح تاخد فيزاة من برا اه لازم تطلع خارج البلاد لازم تخرج خارج البلاد وترجع بتفوت بتجع بتفوت قانونيا اكزاكلا اذا ما عندها مخالفة الاعدتة هي اكتر من 6 شرب بشكل مش قانوني او اكتر من سنة طيب في سؤال كمان بعطولي ايه على الواتساب اه اه شخص مطلق جوز يعني انساني مطلق زوجها اوكي بس مش بالامريكاني بعدها بالامريكاني على اسمه هلها شي بيأثر علي اذا بدا تشتري بيت او بدا تقدم علان انه يعد بدا انشي لي معقول بيعد انه كمان هو حسب مشيجن اذا انت مجوز عنونيا بمشيجن ايه شي بتشتريه عادة عبر الانت مجوز عادة بكون ايه بس بديسألك عن هدا السؤال انه في ناس كتير بيكون عندهم خوف صراحة عندنا بالجالي يعني معروفة بيقول لك انا اذا زوجت انت ثاني بخاف انه اعطيها نص املاكة لانه القانون بيقول النص بديسألك هو الاملاك تنحصر النص بالنص يلي اموال تبعها قبل الزواج او ما بعد الزواج اوكي خلق اجمالا بالعموم ما قبل الزواج اذا ما قبل الزواج وبالوقت الزواج بيصير يعني مناني بيحسبوهن اوكي بك انتبه شغلك اذا عندك لنقول مبلغ معايا من المصار بناية بناية مش انا يعني قبل ما تتزوجها يعني بيختلف الوضع قديش حسب الواحد اتجوز اذا اتجوز سنة سنتين ايه هلا انتي بتضلل للك اذا ما طلقت الفاليو اذا ما طلقت الفاليو يعني بس معناتها انه بيحسب كل شي كمان من بعد الزواج حتى لو كان قلو لانه انا سمعت بالقانون صراعه انه كل شي قبل الزواج قبل ما اتزوجها الانساني انا كان عندي املاك عندي سيارة عندي بيات هي مالة خصة فيه مكانت عالي يعني على وقته يقال انه يعني تحاسب كل شي انت بتشتريه من بعد ما انت تزوجت حتى لو انت شريته من مالك تعدي هي شريكة فيه طب بنسبة الاولانيات كمان شريكة معي هي شريكة بالعلو بالفاليو بالإنفستمنت بارك الله يعني اذا شي صار حقه اكتر بده الى حق فيه اكيد طب ليش دايما النسبين بنقوا رجيلا معهم مصاري هلأ صارت هلأ بتصير درجة هلأ بتصير درجة طب بدنا فيه ناس كتير عم تقول كيف بدون يتواصلوا معك سيد محمد فيك اكيد تقلن وين مكتبك ورقم رقم تليفونك دلك يعني اقولن انت فيكن تتواصلوا معنا نحنا على المكتب فيكن تتصلوا معنا رقم التليفون هو يلي هو تسعة سبعة تمانة سفر 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 وعندكن ممكن تتواصلوا معنا كمان اونلاين على الويبسايت يلي هو www.bazila.com B-A-Z-Z-I-L-A-W.com فيكن تتركونا مساج على الويبسايت وحطة ممكن فيكن تتواصلوا مع عباس وعباس بطلكن عن الهات وكمان فيكن تعملوا هاك وحتى على المين نمبر كمان فيكن تبعطوا مساجز كمان كمان طيب في وفاق ياسبك بتقول زوجي لاي تكلم من انجليزية وهي دي حالة عم نشهدها يعني كيف دي ياخد الجنسية؟ هل عنده مشكلة صحية؟ كيف يقدم عالجنسية؟ هي كايت بي انه كيف يقدم عالجنسية؟ كيف يقدم عالجنسية؟ إذا هالشخص ما عنده سبب طبي بيمنعه من انه يتعلم الانجليزة ايه دان ما فيه ياخده قديش بياخد؟ اه ما فيه ياخد جنسية ما فيه ياخد جنسية إلا إذا مثلا لنقول هالشخص إلو بيستوفي ملتزمات معينة مثلا إذا واحد إلو هو بالبلد هوني إلو عشرين سنة أكتر من عشرين سنة ولنقول عمره فوق عمره معين ممكن يقدر يعمل للانتحان الانجليزي أو خمسة عشر سنة وفوق سن معين سو فيه أمراض كل حالات معينة ممكن هالشخص ياخد جنسية حتى لو ما بقدرش يحكي انجليزي طب بالنسبة لهودي الجنسية الأمراض العقلية كيف؟ الله يسعوه من بعده نخي طب كيف هادي؟ فيك سلحنا فيها شباية؟ شو القطر القانونية؟ المهم مش تروح تشوف والله بدي روح انا عمل امتحان خلينا روح شوف الحكيم الحكيم زبطنا ايه معين الحكيم بدي يكون بيقدر يعبي لك ياه بدي يكون عن جد مرض موجود مش يبا لما انا بديك تنصح الناس لانه ما يحاولوا سمعنا يعني عفوا من يومان انه كان فيه في وحدة لبنانية حرقة بات كرمال الانشورنز طب ما هيدي ضرتنا وضرت يعني عفوا الجالية والمجتمع والانشورنز يعني ممكن ما بحف اذا حدا نصحها قبل ما حدا نصحها الناس مش عم تن مش عم تننفع من نصيحة انا بديك تنصح الناس هود اللي اللي منصحهم للعالم حاولوا كونك محامي يعني بيش انه اذا عن جد انتو عندكم مشكلة صحية تعالج هالمشكلة اذا ما قدرت الحكيم بيقلك انه عندك مشكلة صحية ما عم بتقدر تتعلم ممكن تكون نفسية ممكن تكون مش نفسية اذا عزلانك عم بتتعالج لها الشغلة وبعد محاولات انه ما عم بتقدر عن جد تحفظ او ما عم بتقدر تفهم ده نتاق بوينت ممكن الحكيم يقولك ينوت انا برأي الطب انت ما حتقدر تحفظ سو ممكن هيدا الحكيمي عبيلك الطلب انه الاستثناء للغة الانجليزية اكيد بسه كمان البعض الاشخاص اللي حكينا عنه المعينين الكبار بالسن وقلهم فترة طويلة جدا هون بالبلد ممكن يقدر ياخدوا كمان استثناء من الامتحان الانجليزي اللي بطلبه انا من العالم ينتبهه كتير مش واحد عمره ثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة وما عنده مشاكل صحية او اي عمر بكون وما عنده مشاكل صحية بس انه محب بيتعلم خلص بدي روح جوفه في حكيم هيدا بينزع على العالم اللي عن جد مريضين شفنا الشباب صغار بثلاثينات وخمسة وعشرين سنة وستة وعشرين سنة يعني صاروا مرضة مزبوط صحيح صحيح طيب زهرة شديد بتقول انا وحيدة اهلي الي اربع سنين انا وحيدة اهلي الي اربع سنين بامريكا معي جرين كارت وانا وزوجي لا نأخذ اي نوع من المساعدات هلا بدنا نحكي فيها المساعدات والكفيل اه من الدولة وامي مع فيزا سياحة اوكي لا انا ما رفتش سؤالها بس قالت انه معقولة تحاول عبتسأل هي اذا فيها تقدم لامة لامة ما فيها تقدم الا اذا هي صارت بس الـ بقدر يقدر يقدم لبيه وامه اما هون بامريكا اي بس هي مع فيزا سياحية ما فيها تقلم لا فيزا هي عم تقول انه انه ما بياخدوا مساعدات صر لها اربع سنين معها جرين كارت وجوزة بس اما معها سياحة يعني متل ما قالت فضل الاستاذ انه عم تحاول انه بدنا تقلبها هلا هي عادة هون لما تفوت على البلد بيسمحونا تبقى هون بس ستة شهر هلا اذا فيه سبب مؤنع ممكن كمان يقدموا يجددوها لستة شهر تانيين اذا اذا مرأت معها على الوقت وضلت بشكل القانوني وجنسي فيها ساعتها تقلب لاوراقها فيها بالنسبة لقصة المساعدات من الدولة بتأثر كمان على الناس اللي عم تقدم على الجنسية مظبوط انت مستقبل متل ما انت لك قبل انه اذا انت عال على الدولة ما بتقدر ما فيك انت تبرج ان انت شخص عندك الاخلاق الحميدة انه حتى تكون عن جد مجنة شو دخل المساعدة بالعفة شو دخل المساعدة المالية بالجنسية وبالاخلاق الحميدة انه انا عدمت على الجنسية بس عم باخد مساعدة بالدولة لاني فقير مسلا انت اول ما اي شخص اي شخص جاي ع اساس يكون مهاجر هون بالبلد الا اذا انت كنت الصيلي او شغال هون انت بامريكا ومدافع للنظام الاجتماعي لفترة معينة مش لازم تكون جاي انت لهون ع اساس تكون عالة هتقعد على يعني لازم تكون انت بتقدر تشتغل لازم تروح على المدرسة يعني لازم توصل لشغلات معينة انت لازم تعملها مبدنا نحنا نكون الاشخاص اللي عم بيصيروا يؤثر زيني يكونوا عن جد ما عم بيديدوش لالمجتمع ماغين نحنا الانون عنا هون بامركة الحلو في انه انت بتحاول تجيب عالم من كل الاطياف بدك الا العالم كلام انه ماتكن منكبه بس على اللي هن فيهم بدك يكونوا يقدروا يرتبطب على العالم كلام يقدروا يشتغلوا يقدروا يقدروا شي لالمجتمع وله يقدروا يقدروا شي للمجتمع لازم يكونوا عن جد عم يشتغلوا والشخص في امراض عدية حرام في عالم معيني لازم بده مساعدة. لازم بده مساعدة. بس اه معظم الاوراق العالم تستغل تستغل الفرصة. تب بنسبة الكفيل. كفيل هل بينضر ازا بينضر ازا عمل كفالة لاشخاص حصلوا على جنسي او على الوراء واخدوا فيزة هجرة على امريكا بينضر هو بها الشغلة? ازا اخدوا مساعدات ايه ممكن الدولة تجي تقلك انت عمل اتفاق معنا اذا هاي الشخص اخد دفعتنا نحنا انت حتكون مسؤول عنه. ممكن يطلبوه المصاري من الكفيل. بس بيصير في عنده مشكلة على وراءه وشي على جنسيته. مش على جنسيته لا بس ممكن متل اي شخص بيرفع عليك دعوة يبدو المصاري منك. بس يبدو يدفع. شو القانون او شي هي القضية اللي ممكن الشخص يعملها ويسحبوا منه جنسيته. ازا كان امريكا ستزان. ازا كاذب اوكي. الدولة معها عشر سنين من تاريخ انت ما تجنست حلبت اليمين في خط الوراء. اه لحتى يكشفوا ازا هادا الشخص كاذب بشي على الطلب. اوكي. ازا كاذب الشي ممكن تسبب للآفسر انتو بالامتحان انو يفكر يسأل شي تاني او ما يعطيك القبول للجنسية. هادا السبب لحتى يقدروا يعملوا لك كروميناو. شارجز لحتى شتوك الجنسية. يعني مثلا في وحدي هلأ عفوا ان تيجي تقول والله انا جوزي كذب علي على اساس انو بحبني لانو هلأ درجة هايدي. درجة. حقي فاضي. هادا معظم الامرات بكل حقي فاضي. بديك تجاوبني عليها ما هي لانو بديك تجاوبني عليها لانو هلأ صارت درجة عندنا بالجالية. كلمة وحدي بتتخانى ايو واحد ايو زوجة بتقول له بدي وديك ورا الشمس او بالعكس تمام بيقول له بدي وديك بدي رجلك مترح ما جيت ايو. هايدي القصة صارت كتير يعني مبتزلة عندنا بالجالية. وبيقل له انو انا بقدر انلي قول انو انو انت كذبت علي غشتيني بحبك يعني. وبيكون في عرس يعني. وفي عرس وولاد ودق ورأس وما بعرف شوة. واخر شي بيقدم دعوة كرمال يفوتو بالمحاكم. فانا بدي اسألك بالنسبة لاتتنان يعني. هل اذا كذب وعرفوه كذاب. يعني فوق انو ان هو بديو يكذب تحت يكذب. اهم وقارفوه كذب انو بيقصته لأ انت متزوجها فعلا وكل الناس بتشهد انك انت كنت مصاحبة هو. ما عرشو ايه خشية تزوجتها. كمان بيأسره عليه. لأ له بيأسر على جنسيته. على جنسيته لأ. لأ ما هو الريدي فايت بيكذب يعني عفوا بديقول انو انا مرت كذبت علي ما كيت تحبني. او هو تزوجني عورا. يعني السبب هو انو بدون يحاولوا القضية متل ما اللي انت قلت انو بدي حاول القضية لكذب. طب ازا حتى لو ازا لقوك كذب عبي بقلبي الكذب. الله اجمالا هايدي مش الشي اللي عم بيطلعوا علايا. ايه. شو بيطلعوا. اني بيسألوك حتى اي سؤال من الاسئلة اللي بتنسأل علايا على طلاب الجنسية هو هل انت بخلفت اي اه شي من الاونين الاميجريشن? هل انت عملت اي اي اميجريشن فراد? هل انت عملت اي اي جريمة ومنكمشت عليك. ما انت بش حتقول لا انت بش حتقول انا عملت. اوكي. مش مش شغلة. ازا عرفت بعدان في اثباتات اجان لانه في اثباتات انك انت كذبت عاها اي سؤال من الاسئلة. الهم بيعملوا عليك متل كرومانو تشارجز بدون يبرهنوا بشكل. او بو اخر. لا بشكل انه غير قابل للشك انه هادا الشخص عن جد عمل الجريمة لحطي اشطول جنسية. جنسية. ايه. طب هلأ ازا بحال ثبت مسلا. ازا فعلا مزبوط هايدي الانسانة اجت ضحكت عليه له هايدي الشخص. واجت كرمال الوراء. يعني اجت بس لاخدي الجنسية طلقته. او العكس. متل بس لي ياخد منه الوراء بيطلق اضغري. اوكي. شو الخطوات ليعرفوا انه هادا الشخص كذب. عفوا يعني. انه والله تزوجتها وانا عادي ما 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 كذبت عليها انا. بيطلعوا على المد اللي عاشوا مع بعض كيف كانوا عايشين مثلا ماديا كيف عايشين. اه كيف بيتشاركوا بالدفعات البيت كيف بيتشاركوا بشغلات المعين. يعني كله هيدا بيحسبوه. اكزاكلي بيظهروا بيساوو. اه يعني لما واحد بتطلع حيات الشخص وخاصة هنه لما بيشوفوا شو فيه إثباتات محطوطة بتبين هاش. الارا تايمز بتبين انه هالشيه هالنية ومزبوطة هالشخص ولا لأ. عم يجيك هيك قضايا انت انه انه جوزي كذب علي فنس علي. هايدي موجودي دايما. موجودي دايما. من عنا اكتريتون يعني من الجالية ولا. من كل. هدا اسم حديثي جالية بدنا نحكي هالجالية من. هايدي موجودي مع الكل. كلمة اول شغلة بتصير المشكل والله. جيبني عوراق او كذب علي عوراق. القصة هي بالإميجريشن. فهل هي نية الشخص لما تجوز هيدا الشخص. هل كانت نيتو عن جد انه بده بده ياني بس كرماله وراق. طيب كمان بدي سألك سؤال عن الكرمينال والحمل سليع. اذا شخص ما هو جرينكر. that's a big problem. يلا ها. يعني معاني بدي فوتك بالبرج problem. هيدو اللي بيعتبروا فيه انواع معينة من الفايرارمز انه ممكن تترحل منه. حتى لو قد ما كنت لك هون انت باماكة. فيه جرائم معينة. ها. اذا تنحكم فيهن. ان شاء الله لك عشرين سنة انت هون. ممكن تترحل. اوكي. هاولا هول جرائم. فيك تذكرنا هيك بس كم بعض الجرائم يعني. بعض الجرائم تعول السلاح. اه. بعض الجرائم. بعض الجرائم المراكايد فراد. بعض الجرائم. حتى المساعدات. الفراد تعول المساعدات. اه. هيدولي جرائم معينة. مسلا جرائم سرقة فوق مبلغة معين. اه. هيدوليش جرائم بتسببك. يعني لازم. لازم يكون. لازم يكون عنده المحامة. خلي يكون عنده محامة. ومحامة كروميناو. يعني. يعني انت يعني اني بدك تقول انا بدي يوصل رسالة لكل الحميل اللي جرين كارت. انت ما تفكر حالك. محمي. محمي. مية والمية. خاصة اكيد ازا محمي ازا عملك منيح وماشي بها البلد محمي. مزبور. بس انه اي مخالف اي كزا. وخاصة احمل سليح لانه في كتير شباب انا انا عم شوفهم يعني ماوري جرينكا بعض من جايين جديد من لبنان. احملين فرودي. اه. طب شو هي القضية مثلا اللي قتلك اللي بتحكم عليها مثلا. سحب سليح? او قواص? او ارجي فردو? او شو اللي اكتر شغلي كمحامة? يعني امرات كتير حرام بتشوف شغلي مثلا. بكون شخصين قاعدين. يمكن شخص مرخص انه يقدر يحمل السلاح. اوكي. اه بينسى الفرد مع رفيقه او بعير الفرد لرفيقه. اه. ولقت معه البوليس. هيدا وحطوا معه بالسيارة. حطوا قدامي. مش حطوا بالسندوق مثلا. هيدا الشخص اتسفلني. اه. بينحكم بفلني. انه انت معك سلاح وحطوا بالسيارة مخبيه. اوكي? اه. نتأمل من الشباب. والله انا صارت مع خيي صراحة. اه. بس خيي سيقبت انه الله بحبه منه جرين كارت خلقان بالبلد. مظبور. بس هو فانلي ممنوعي توظف ولا بظيفة. مظبور. بس لانه كان معه فرد بقلبه. مظبور. بقلبه خرطوش بقلب السيارة. اه مظبور. سو بضي ينتبهوا منه هادي الشغل كتير. وكمان ضروري كتير قبل ما تعمل اي بلي او اي جرم. حتى ما بتلاقيها بسيطة. ويمكن ما تروح على الحبس. حط محامي بيفهم. بالقضايا. حتى امراض عندك عالم بيضطروا يحطوا محامي واثنين. كرمالي اكدوا انه عن جاد شو اللي عم بصير. اوكي? هادا الشي بيسبب خطر لقدر انا كون موجوده هوني ولا علاقة. اوكي? سو هايدي شغلة عن جاد نرجع دايما منقول للعالم انتبهوا منا. حتى الشغلة يمكن تاخد بلاي انت معين هلا. انه تاخد انتفاق معين هلا. هلا بالوضع الحالي بالبلد يمكن ما بيسببك بالترحيل. بس يمكن عبكرة او بعد بكرة او بعد سنة او عشر سنين يتغير الانوت. يجي يقلك ينوت هايدي جريمة هلا صار من الرحل عليها. وصاري. يعني بامريكا بيمشوا حسب القانون بالابديت القانون. ما انه خلص سيبت سيبت. بالنسبة للميجريشن فيه شغلات معينة ايه نعم. فيه بشغلات معينة وخاصة بقصة الاميجريشن انا هاي كيفقول. طب اذا واحد مثلا عنده فانلي او عنده قضية اه قبل اه ما ياخد اه كاميري جرين كارب. واخد الجنسية بتأثر اليه بما بعد الجنسية اوكي اذا ما اعترف هو كل شيء اوكي ازا اعترف هو كل الشيء اه قبل ما ياخد جرين كارب. اه قبل ما ياخد جرين كارب. اوكي اوكي بدك تن. هلا بس قول السؤال على الهولة حتى يكون يسمعون لا ليسمعون للمشاهدين عفوا. اوكي. عم بيقول انه في عنده مشكلة قبل ما ياخد الجرين كارب. كان بعضه بالبلاد قبل ما ياخد الجرين كارب عمل مشكلة. اخد عليه الجرين كارب. بعدين عبه على الجنسية. هل المشكلة قبل الجرين كارب بتأثر على الجنسية ولا لا. اوكي. بدك اول شيء حتى نقدر جاوب على السؤال بدك تشوف اول شيء اذا هاي الجريمة سببت له السبب انه ما يقدر يكون. هل هايدا شخص اضطر يجيب ويفر لاخد الجرين كارب. اذا ما اضطر بدك تشوف شو هي نوع الجريمة. في جرائم بتمثل اخلاق في جرائم ما بتمثل اخلاق. في عندك جرائم عنيفة وفي عندك جرائم مش عنيفة. اي شخص بيكون منوش يو اس سيرزن ياخد اكسترا انتبه اكتر لحتى يكون عنده حدا على بيصفه لحتى يدفع عنه. طيب انا بدي اسألك سؤال خارج هو دي القصص. يلي بيتعامل مع الاف في اي بيعطوش شيء جنسية؟ في واحد سألني هالسؤال. مش ضروري. بيعطوش جنسية والله بيعطوش حماية مثلا بيعطوش حماية. معظم الامرات بس بيستغلو الوضع. بيستغلو الشخص. بيستغلو الشخص. بيخلوه هان سنين. اي بس بيعطوش جنسية يعني في قانون بالدولة بالحب بالانون بالإميغريشن انو بيعطوش جنسية. تبتحكي جنسية يعني بيش انو. في قانون بيسمح الاشخاص معينين ياخدوا بيازة معينة اللي بتوصلوا لي يقدر ياخد جنسية. معينة بدي يكون يعني هيدا يعني خارب الدنيا او بدي يكون يعني حامي امريكا. حامي الخبرية مليحة. بيش طلقوا زواجي يعني. اه اه. طيب في مرتضة اه رضا. السلام عليكم. انا دخلت امريكا تلات اه تلات مرات. عن طريق فيزة سياحة. اوكي. اه الزيارة سياحة. لكن الزيارة الاخيرة تزاوجت يعني تجاوز المدة المفروضة. كيف يمكن الحصول على فيزة جديدة? اوكي. اطاعت انت قاعد اكتر من هون اكتر من ستوش. ايه هو فات تلات مرات سياحة. بالاخرانية اه كسر الانون. اوكي. فكيف الحصول على فيزة جديدة? هدهش قاعد زيادة? هلو عم يقول انه يعني تجاوز المدة. لاش فيه مدة معينة يعني اه. مع الا انت باش اغلى. في عندك تجاوز. اذا تجوزت انت مدة المسموح فيها اكتر من ستوشور. واقل من سنة. ممنوع تقدم على اخد فيزة انت لثلاث سنين. ازا خلافة اكتر من سنة. من الفترة المسموحة. سنة ويوم. ده انا التاق بوينت انت ممنوع ترجع عامريكا. بتاخد فيزة في عشر سنين. انا لس ازا بتجيب اه طلب استرحام. اوكي? وبس الخاص معينة بقدر ياخدوها. ام. وحتى يعني لرجع يقدم اجمالا اجان. شخص فيه يقدم. بس عادة لما انت بيعطوك هنة. وقت محدد. محدد. وخلافة يعني تخنتها. ما اني اصلا عبيعطوك ستة شهر. يعني شو جاية تعمل السياحة ده ستة شهر? اه. هلا ازا ما عم بيشتغل او عم بيعمل شي مش مظبوط مش بسموح له كمان. هلا في عالم تبه يمكن بتقعد ستة شهر بيتقعد خمسة شهر. بس يمكن عم اشتغله هوني. بس هده كمان بيخالف البيز اللي هني عطينا. في عندك عالم كما بيجي. يعني ازا واحد ازا واحد انكماش عم ينكماش عم يشتغل ايجا هالسياحة وعم يشتغل. اه. وانكماش. اه. بيترحل. بيترحل اخر وبيبنعوه بقى من اعطاء الفيزا ولا قدش بده وقت معين. يعني هادا صعب يرجع يقدر ياخد فيزا تاني. اه صعب. خالف اجان انت شغلة شوف شغلة. لما بتخالف انت شو الشغلة اللي انت عندك ايها عم بتصعب على حالك للمستقبل. طيب. على كل ان اه نحنا تقريبا قطعنا الوقت المحدد اللي قالنا. اه استاذ محمد حابب تحكي شي ترجع تذكرنا بالارقام التليفونات بالمكتب. اه. وكمان بدنا نصيحة منك كمحامة ايميجريشن لكل الاشخاص يلي حاصلين عندهم جرين كارت عندهم فيزا عندهم مبارشو. كم بيس لك سؤال اخراني انا بالنسبة لللي بيعيشوا بلبنان. قد المد المعينة ازا كان معه جرين كارت لازم يبقى بلبنان. يعني قداش الوقت المحدد بحقلو يعيش بلبنان لا يرجع يجي لانه نعرف في ناس كتير بيامرار بيشلحوهن او بيدفعوهن اه بلانتي. ينتبهوا هيدا للعالم. اه مش لازم يقعد اكتر برا البلد اكتر من سنة. اللهس ازا هيدا الشخص عنده ازا اه. يعني عنده بروف. فاسفور ابيض. اه. اوكي. اه. عني او الريانترين. احدان نحن ما بنحب هالشاغلة. هلأ سنة انتي لماتطلع تقت له قسب الالشركاء. هلأ اكتر من 6 شور تنسأل. اذا بضل لك دايما تعملها حيعملوا لك مشاكل عليها. مع بعزبوك يعني ليجوا يعطوك الجنسية. مع اصلا ما في ازا عادت اكتر من سنة انت ام ازا حتى لو عندك ضرور انت عادت اكتر من سنة. ايجي واحد غرين كارد اوكي. ام وراحي لببرا. قعد سنة وانت번ق نص بره بره البلد. ورجع فات. ما فيه ايه. وحتى لو قعد ثلاث سنين ونص ما فيه قدم على على الجنسية من. ما بنحسبوا له هدا الوطايم. بدي يوعد اربع سنين وشهر. اربع سنين ويوم عفوا. ايه. اوكي? بدي نحسب مش الخمس سنين صرنا عم نحسب انه قعد نص الفترة. بدي يطلعوا على من بعد. من بعد ما ايجا. لا ما بحسبوا له الفترة اللي كان قعد فيها اللي معه. مزبوط. ما بحسبوا له ايها. طالع ما خرج امريكا. مزبوط. وحتى ازا فوق الستوشهر. مشانيك بسألك عضلة الجنسية. انت عدت اكتر من ستوشهر? ازا عدت اكتر من ستوشهر في وقل من سنة ممكن تشرح شو الوضع. انه عن جدي انتك انت كنت ترجع على على البلد. وعندك ارتبطات هوني. انت. اللي بيقدم عزر مسلا انه ازا في شخص لنقول قعد سنة بلبنان او سنتين. ماو جرين كارت. كسر المد المحدد لقلو. وقدم اه عزر اه وجيه. والله انا باي كمريد باي معه هداك المرض وتوفه وقمنا بتدفن وقمنا بما ايش هداك. هل بيست يعني بيعملوا استرحام لقلو له هدا الشخص? نعم. بس ما بدفعوا مصاري ولا لازم يرجع يدفع. دفع بكل الاواء. لا حسب فيك تدفع للمحامة يمكن فيك تدفع للمحامة. لا بس لا في دفع اللي بيسمع انا بالمطار. بالمطار امرات معينة. ايه. از لونج از هنه بيشوف الشخص مش عبي يستغل للوضع. مثلا مرة واحدة صارت اوكي. بس في امرات كتير بتشوف انت العالم. يلا بيجي بروح بيقعد 8 شهر مرة وبيجي بيقعد هون جمعة. او 6 شهر وبيجي بيقعد هون جمعة. يعني حتى لو مع بتقعد انت الفترة ممكن يقول لك ينوض انت يا اما فوتك هلا سياحة بتتنازل عن. اه. يا اما انا بحبسك. وبياخدك بتروح حدام الاميجريشن كور. اه. هلا ما بس كلاو طورنا خمس ضيق احسام انت ايه لك سؤالة انت كمان منخرج لطاق الحلقة. هلا. هلا. ايه ممكن ما ديسألوا بعض لانه كمان سؤال عن الناس اللي بيجوا حبالة. حبالة وبيجي بيخلفوا بها البلد. ايه دي كتير مهمة لانه كتير عم تنواجهها. هلا قد ظانين عليهم هلا. هلا قد ظانين عليهم هلا. ايه. ازا عن جد الشخص هادة بسموه السياحة الحبالة. اه. سياحة الخلفة هوني بالبلد. اذا انتبههم انها عادي الشغلة. هلا. ازا امرجنسي صارت واضطريتك تضلك هوني. بس مش يابا انه يابا خلاص انا بدي اربع خمسة شهر حايجي عاماركا مش هنخلف هوني بيجي بضلني هوني ستة شهر انا لا حد اري اخلي باماركا. حلا بس اه. او عم بيقولوا انه اكيد مع ترامب القرارات ضمن انه حتى ازا واحدة بيجي بتخلف هوني بش هيعطوه ابنة جنسية. اذا كان بش مجوزة. يعني اذا بش مجوزة شخص. والله اي شخص بيخلق على اماركا. بالانين الحالي اللي موجود هلا. اي شخص بيخلق باماركا بيطوير اماركاني. بس. 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 اكيد امه. امه ما بتاخد. اه. اه. هيك سمعت انا. بس امه ما بتاخد جنسية. لا. الام لا. بعد ما يصير الولاد عمره واحدة وعشين سنة. واحدة وعشين سنة. ممكن يقدم لهم. ممكن يقدم لهم. عاكل لان اه. شكرا. احكينا كلمة اخيرة انت ورجع اذكرنا بالمكتب والرغم التليفونات هي كاميرتك. اوكي. ان شاء الله اه. ازا بس بتسمعوا شغلة واحدة اه. اي شخص عنده استفسار يروح يستفسروا منحدا مختص بهايد الهاي القضية اللي عنده اياها. اذا كان عن جد عنده واحد مشكلة يسأل. يسأل حدا بيفهم بها الشغلة. وازا عنده مشكلة عم بواجه قضية جرمية كمان يروح يسأل محامي. يكون عنده خبرة بالطرفين مع الاميقر ومع الكريمانون. ونحنا عنا اصلا بالافس يعني منحب نساعد كل العالم. وازا حايل لحدا عنده استفسار ممكن يتقلنا على التليفون على 313-978-0000 او يتوصل معنا على الايميل او حتى يفوت لعنا على الوابسايت. معظم الامرات نحنا اذا واحد بدقلنا وعنده سؤال بسيط منرد عليه على التليفون ومنعطيه جواب بتعوله. ما يخافوا لحتى يدقه. يعني مش ضرور كل مشكلة ما واحد بقوله المحامي والله. محامي ايه. يصلك. يستخدم نظري. لا امرات كتير من احنا معظم الامرات ناخد من وقتنا من النهار حتى نقدر نجاوب العالم على اسألتهم. اهلا وسهلا فيكن وبنشكركن على مطبعتنا. حبيبي اول شي عزينا المشاهدين واكيد والمتابعين. هدا هو كان ضيفنا لليوم المحامي محمد عيسى بزي. متل ما انا كمان عملكون. بش ضروري يعني تفكروا ان المحامي فعلا كل ما رفعنا تليفون او بدنا نسأله اي شي بيضل في عندكن خوف من انه يمكن ما يكون عندكن الامكانيات. انا باكد. ومن عبر عباس عبو خضر وحديث الجالية. بس اتصلوا بمحمد بزي وتقولوا نحنا كنا عم نحضر هيد الحلقة بالزات. هيعطيكم بش بس ديسكاونت البدكن اياه كمان. وكل المعلومات. خليكم معنا اكيدة كل نهار جمعة بحديث الجالية بحلقة جديدة بمواضيع جديدة. جمعة الجيه هنكون اكيدة بموضوع مناسك الحج. هيكون معنا اكيدة شخصين اصحاب حملة. وهن معارفين. وكلنا بنعرف في موسم الحج قرب على البويب. فاي شخص عنده اي استفسار عنده اي سؤال. حول موضوع الحج ومناسك الحج. واعمال الحج. اكيدة يهير اسئلتو لجمعة الجيه. تحية للكون اكيدة بشوفكن جمعة الجيه. ست ونص بحديث الجالية. واكيدة وما بيحلى الحديث الجالية الا مع عباس ابو خضر. وبدي ارجع اتشكر للسبانسر اكيدة بزي له. السيد محمد بزي. وكواترو موترز كامباني. سيرين كارز. اوتو سيرين كارز. اجمل السيارات. وعفكرها اللي بتروحوا لعنده للمهندس ابراهيم بزي. كل شي ابروف. بتفوت ابروف. يعطيك العافية. عندك بعد كريدت ما عندك بعد كريدت. عربي بغير عربي. بس مجرد بتفوت لعنده. اكيدة بتقولهم الحج عباس. ابروف. والسيارة اللي بدك اياها. واكيدة بدنا نتشكر كمان محمد احجازي. ديربون ساكر. جاكوار تيمز. سجلوا اولادكم بهذا الفريق. والكابتن محمد كفاء. انه يكون مدرب لأولادكم. السلام عليكم. شوفكم جمعة تجي. ان شاء الله. ستة ونص حديث جالي.